شهد موقع المحطة النووية بالضبع بدأ أعمال تركيب مصيضة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة وذلك تزامنا مع ذكرى الاحتفال بانتصارات أكتوبر المجيدة وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة المحطة النووية لتوليد الكهرباء المالكة والمشغلة للمحطة النووية في مصر أمجد الوكيل أن مصر تعطي أولوية تنقص للأمن والأمان النوويين حيث إن مصيضة قلب المفاعل أحد العناصر الأساسية في نظام الأمان بمحطة الضبعة النووية وتعكس أعلى معدلات الأمان النووي لضمان تشغيل الآمن والمستمر لمحطة الضبعة النووية وهي نظام لحماية فريد يتم تركيبه أسفل قاع وعاء المفاعل بهدف تعزيز مستوى الأمان والسلام في المحطة كما أشار إلى أن تحقيق لهذه الإنجازات في وقت قياسي مسبوق بموقع واحد لمحطة النووية ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي